انا معايا دلوقتي يا باسم الأستاذة إيمان زكي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم أهلا بحضرتك أستاذة إيمان صباح الفل عايزة الإنجاز والأرقام اللي شغالين عليها واللي تحقق وإيه الخدمات أصلا اللي بتقدموها في مبادرة حياة كريمة صباح الخير عليكم المبادرة الرئاسية حياة كريمة التضامن بتشغل على عدد من المحاور فيها عندنا محور سكن كريم طبعا في محافظة الفيوم عندنا مركز إدسا ومركز يوسف الصديق تم رصد أكتر من 11 ألف وحدة سكنية بيتم بحثوهم الآن وبعض الأسر تم الانتهاء منها عندنا محور تاني اللي هو التمكين الاقتصادي وده بيشمل الأسر المنتجة وعادة أصول إنتاجية دي بنيديها للأسر بنحاول نديهم بعض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وإحنا شغالين على محور إن إحنا بنديهم توعية للتعديل السلوكي في التفكير إن هو بس يدوب يتقضى معاش إحنا بنعدل سلوك إن هو يقوم بمشروع صغير أو متناهية الصغر عندنا محور كمان للأسرة والطفولة ده إحنا شغالين على إعداد وتشغيل حضانات للأطفال الأقل من أربع سنوات وعلى مستشفيات أو الوحدات الصحية للصحة الإنجابية دي برضو إحنا شغالين عليها من خلال مؤسسات المجتمع المدني عندنا محور تاني اللي هو زاود الاحتياجات الخاصة ده من خلال إن إحنا بنرصد إنشاء وحدات لرصد زاود الاحتياجات الخاصة وإنشاء مكاتب التأهيل وبيتم إعداد بطاقة الخدمات المتكاملة عندنا محور مهم جداً اللي هو التوعية ده بنشتغل فيه على التوعية بالقضايا القومية زي القضايا السكانية العنف الهجرة غير الشرعية كل القضايا دي إحنا بنشتغل عليها من خلال برامج بتاعتنا حقيقة برامج كتير جداً ومحاور مختلفة بزارة التضامن بتشتغل عليها مش بس بحياة كريبة هو بشكل عام لكن في محاور مهمة من اللي حضرتك قلتيها بتتطلب تعاون من جهات أخرى يعني رياضة الأطفال مثلاً ده طبعاً هو مفيد للمرأة وكمان فيه تعاون من التعليم من وزارة التعليم كمان الصحة الإنجابية هو مهم جداً اجتماعياً لكن فيه تعاون مع وزارة الصحة لو كلمتيني عن التعاون ده وكمان عايزة أعرف بتوصلوا للحالات دي إزاي بالنسبة للتعاون احنا فيه شراكة بيننا وبين كل الوزارات والمدريات في المحافظة هنا احنا كتضامن اجتماعي فيه بروتوكولات بيننا وبين وزارة الصحة من خلال برنامج مثلاً اتنين كفاية ده اللي بند فيه توعية وعندنا عيادات لتنظيم الأسرة وبنشتغل من خلالها من خلال بروتوكول مع وزارة الصحة بالنسبة للتعليم طبعاً احنا بنشرف على رياض الأطفال اللي هي أقل من أربع سنين اللي داخل المدارس فطبعاً برضو ده من خلال بروتوكول مع التعليم من خلال الشراكات والبروتوكولات الموقعة يعني بين التضامن والجهات الأخرى طيب بتوصلوا ازاي للحالات دي؟ يعني حركة مثلاً اتكلمت عن دول الإحدياجات الخاصة وبتقدموا لهم ايه؟ فيه كمان جزئية متعلقة بالمرأة المعيلة برنامج تكافل وكرامة بتوصلوا للأسر دي ازاي؟ الأسر دي بيتم الوصول لها عن طريق البحث الميداني والاجتماعي من خلال الوحدات الاجتماعية محافظة الفيون فيها 77 وحدة اجتماعية بناء عليه كل وحدة اجتماعية بترصد كل الحالات اللي عندها بيتم التقديم عن طريق الوحدة أو عن طريق الموقع الالكتروني للوزارة بيتم بحث الحالات واستفاء الملف وارساله للموقع الالكتروني وبناء عليه بيتم الموافقة على هذه الحالات طيب الأرقام بقى احنا وصلنا لحد ايه؟ عدد الأسر المستفيدة قد ايه؟ المستهدف في المركزين قد ايه؟ يعني احنا محتاجين للمشاهدين يعرفوا الأرقام اللي احنا شغالين عليها لا احنا وصلنا لأرقام كتيرة بالنسبة للمحافظة كلها أكتر من 130 ألف حال التكافل وأكتر من 11 ألف حال الكرامة إنما احنا كالمركزين ايه ايه ويوسف الصديق بالنسبة للإيطسة حاجة و30 ألف حالة ده التكافل وبالنسبة للكرامة 9 ألف حالة ويوسف الصديق العدد أكتر من كده كمان طيب طبعا عدد كبير في مدة شغل قليلة أنا بشكر حضرتك جزيلا شكرا على هذه المعلومات والتفاصيل أستاذة إيمان زكي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفايوم شكرا جزيلا لك